بكرة ان شاء الله هيكون يوم مهم جدا وان شاء الله يكون يوم احتفالات بالنسبة لجمهور نادي الزمالك النهاردة الكلام بتاعنا كله هيكون عن القمة قمة نهائي كاس مصر اللقاء اللي كلنا منتظرين بكرة بين الزمالك والاهلي في نهائي هيكون صعب جدا من السهل هنبدأ كلامنا النهاردة بحالة كده فريقنا داخل المعسكر الحمد لله الأجواء رائعة جدا الحالة النفسية جيدة مرتفعة التركيز شديد جدا بين اللاعبين مستر فريرا انها خلاص استعداداته الفنية والتيكتيكية خلال الأيام التلاتة اللي فاتت شرح المطلوب في الملعب شرح الخطة اللي محتاجها اتدرب على بعض الجمل عرف لعبته محتاج ايه اشتغل على كل صغيرة قبل كبيرة وكمان نركز على تطوير الجانب الدفاعي ونبعد تماما عن الأخطاء اللي ممكن يقع فيها اي لعب وازاي يقدر يستغل كل نقطة ضعف عند الخصمة يشتغل بشكل كبير جدا جدا على نقاط ضعف عند الآله هينفذ جمل تيكتيكية كتير هجومية يشتغل عليها في الايام اللي فاتت احنا مش بنقول حاجة عن تدريب الزمالك ومش ممكن حد يقولك يا جماعة انت بتقولوا كواليس وحاجات خالص يا جماعة احنا بنقول عنوين فقط عن بعض الحاجات اللي بتحصل اكيب مش هنطلع نتكلم في تاكتيكس قالوا بالملي مستر فريرا مش هنطلع نقول اسرار داخل كواليس او غرفة ملابس نينة الزمالك مش احنا ومش هنا احنا هنا بنلم فرقتنا وان شاء الله نتكلم في التفاصيل والكواليس بعد المباراة ونكون احنا ابطال الكاس الفترة اللي فاتت فيه شغل كبير جدا 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 كمان مرة بيحصل مطلوب ان اللعباتنا نتركز عندنا مدرب كبير بروفيسير في قرة القدم وتخيلوا يا جماعة ان زمالك من الاندية الوحيدة اللي في الفترة اللي فاتت دي بتلعب مش بطريقة لابة واحدة نلعب بطريقة واثنين وتلاتة واربعة بنلعب اكتر من طريقة ممكن شوية تلعب اربعة اتنين تلاتة واحد شوية تلاقي الفريق بيلعب اربعة تلاتة تلاتة شوية اربعة واحد اربعة واحد في نفس الموتش تلاتة اربعة تلاتة ده كله فيه تحولات بتحصل داخل الملعب في تسعين دقيقة طبعا الكلام ده مش بيحصل كده اي حاجة مش يلا جماعة غيروا يلا جماعة غيروا لا هو بيغير حاجة معينة بيغير التاكتكس معينة معنا بروفيسير كبير جدا محفظ اللعيبة أكتر من طريقة إزاي يدفع بيها ويهاجم بيها شكلنا في الدفاع عامل إيه مش مجرد أرقام يا جماعي إنه هو مثلا مش بيقول هنلعب 3-4-3 يلا بينا إنت 3-4-3 هنطبقها إزاي في حالة الدفاع هنطبقها إزاي في بناء الهجمة هنطبقها إزاي في الـ Counter Attack هشتغل بيها إزاي في الهجوم هشتغل على صغارات فيها إزاي طب لو هلعب 4-1-4-1 هدفع إزاي هقف إزاي هسيطر إزاي إمتى أبدأ أبس كرة أكتر كل طريقة لها حفظ كل طريقة لها أسلوب لعب معين سواء في الهجوم سواء في الاستحواز سواء في الدفاع إحنا متطمنين على الشام معنا بروفيسير زي ما قلتلكم مستر فريرا وفي الساعات الأخيرة هو كمان اتطمن على جهازات أكتر من لاعب زي حمزة المسلوسي اللي راجع من إصابة طويلة وكمان أحمد فتوح ظهرنا الأيسر والاتنين بدأ يدفع بيهم تدريجيا في المباريات الأخيرة وكمان رؤى لاعب الوسط كان حريص فريرا على عدم رفع معدلات اليقى البدنية في تدريب النهاردة وتدريب مبارح تخفيف الحمل علشان عارفين الفترة اللي جاء صعبة المتشاب مضغوطة فمش عايز اللعيبة تصاب بالإجهاد أو بالأرهاق إحنا عارفين العالم كله وكل دورياته انتهت كل الأندية عاملة فترة إعداد دلوقتي ومعسكرات علشان تجهز لمسم الجديد وإحنا لسه فضلنا تسع جوالات مش ده وقت الكلام في النقاط دي ولكن إحنا إن شاء الله قادرين على التكمل نكسب إن شاء الله ماتش بكرة ونكمل بشكل كبير فلقيتنا جاهزة بنسبة 100% فنيا كل صغيرة وكبيرة تخص المباراة اتدربوا عليها في تدريبات وتم شرحها ليهم في محاضرة كل ما نتمنى إن شاء الله إن يكون عنصر التوفيق والتركيز حاضر مع اللعيبة ده مهم جدا في كرة القدم لو التوفيق حليفك واللعيبة كلها في حالتها إن شاء الله بكرة نحتفل بكاس وسط أجواء جميلة جدا 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 وإن شاء الله ده اللي يحصل بكرة